موسيقى لماذا يسمح الله بالألم ايه الشخص المتقلم اللي عم فعلا بخوض هذه المعركة شو بدك نفسي اقوله سد في حكمة ربنا كل واحدة كان نفسي شرح وفي صلاح الله وفي توقيت الله دي امور جمل صغيرة ومهمة جدا بس كبير كل واحدة عايزة شرح سداني حلقة لكن الحاجة الرابعة اللي اضيفها عشان تبه جديدة تعامل ايجابيا مع الالم ايه اللي اقصده بتعامل ايجابيا في الاول جاتني ازمة جاني ظرف صعب تجربة فده لا يخليني اشك ابدا في صلاحه ولا في حكمته ولا في امانته ولا في محبته وكمان استقبلها واتفاعل ايجابيا وهنا الفرق بين واحد وواحد وقدي نمازج بسيطة لما اجي اخد واحد زي نيك نيك بلا ايدين بلا رجلين وصل الى منتهى اليأس الكامل وحاول ينتحر لكن في يوم قاعد قدام الرب وهو قال اللي قد عرفت الهدف من وجودي انا موجود ليه وعرفت السبب ليه انا معوج بالشكل ده يوم ما قدرك انا عرفت ليه وانا موجود ليه انطلق لارسالية كبيرة جدا النهاردة تفاعل مع الالم ومع الشوكة بصورة ايجابية النهاردة نشوف نيك بيعمل ايه بيغير في العالم نعم طبعا سبقوا الرسول بوليس بوليس كان عنده شوكة ولا قال وشوكاتي التي في جسدي لم تصدروا بها ولا كرهتموها لكن قدر يتفاعل ايجابيا ويعوزني الوقت لو حكيت عن جوني ايريكسون نعم عملت هيلين كيلر عملت قدية فبقول تفاعل ايجابيا بدل ما تقعد ترثي لذاتك وتشكي الزمن وتشك في صلاح الله والنتيجة هتحبط وتتدمر تفاعل ايجابيا وانتواسق في محبته وحكمته وسلطانه هيعمل بك عمل عظيم جدا ودائما بقول يعني اللي هي في غلاطية 3 واحد يسوع المسلوب المرسوم امام عيونكم في اي زرف في اي مشكلة بتمر فيها تخيل انت كم تألم المسيح من اجلك ومن اجل فخليها زي هيك نصب عنيك يسوع المرسوم امام مصلوب مرسوم امام عيونكم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة